اشتركوا في القناة تبكى على أولادها؟ لا عندها مصيبة أعظم تنشغل بيها تدير ظهرها لقبور أولادها وتصنع قبة من التراب كبيرة تقول هذا يا قبر ولدي الحسين رحم الله المنادي أيوة حسين يا باب لله ثم تهيل التراب على راسها وهي تنادي وولدا وحسين يا وايا لما وصلت قافلة أبي عبد الله السبايا إلى المدينة قالت العقيلة عم علي ما هذه المدينة طولي شوية استاهل العزاتر واشوف عندك دم عم يجاوب ما شاء الله قال عم زينب هذه مدينة جدنا ليش زينب ما عرفت المدينة لأن زينب تغير عليها كل شيء بعد الحسين كل شي تغير عليها حتى المدينة قالت عم علي لا تدخل المدينة على حين غر من أهلها ولكن ابعث في المدينة من يخبر الناس بما جرى على أبيك الحسين وعلينا شاف بشر بن حد لم قال رحم الله باك كان شاعرا فهل تجي للشعر قال والله إني لشاعر قال فانع الحسين ببيتين من الشعر دخل بشر هذا محب اش سوى ألقى عمامته حل إزار جبته احتفى صار يهرول في المدينة وهو يلطم على رأسي ذحاف فقره وهو ينادي يا أهل يثرب لا يا مقام لكم يا الله ليش قتل الحسين فأدمع مدرار الجسم منه بكرب لا مبرجون والرأس منه على القنايات يدار سئلوا الناس شنو صاير يا بشر قالهم الخبر عند قبر رسول الله وقف عند قبر النبي يقول رأيت امرأة طويلة القامة وقور على متنحة طفل صغير قالت يا ناعي بالله عليك من تنعى لقد قطعتني قل لي رجل بالله عليك هون عليها ترى هذه أم العباية قتلنا أربعة أولاد يوم كربل قالها عبما جريش بجعفر وعايا تقل الكلف ده الحسين يرأى الله حافظ ما شاء الله عليك تقل الكلف ده الحسين يرحون قالها عبدالله غدا وياهم فردكون انتوات وتقول قلي بعزة المختار بعد بعد قل هنشتال انشتال عباية يا ياس اش تقول اين التوات وتقول قل بقرة العين انا ما شألتك عن اولادي لا تجاوبني اجبني عن الحسين يا بشر عدك وانا ساعدني والله بيش اودق على رأس وصح يا حسين يا بيت شودق على رأس وصح يا ما شاء الله يا حسين خوش عندك دمعة اشوف الفاطمة نتوجه هم والبنين توجهت للزهرة هي تعرف خبرها وين شو تقلها تقلها يا فاطمة يا فاطمة قوم للميادين وشاهد حال صدر عزيز زي حسين اتقلها نحكي على أولادنا نبكي على أولادنا ولكن من يبكي على الحسين اقول سيدتي الآن المعمورة كل الأرض تبكي على الحسين الآن السماء تبكي على الحسين هذا جزاء الصادقين أبا عبد الله اتقل احنا مهات أولاد حيين عن نوح بن فاطمة وين اي عن نوح بن طلبوا مني اخوان قالوا كثرنا العزاء اليوم لأن أم البنين هذا يوم بالسنة أقول دخلت زينب إلى دار عبد الله قالت للجار لا تدخل علينا امرأة إلا أم ولد وم سبيع فإن أم سبين كما سبين هنا طريق الباب قالت الجارية من بالباب قالت قولي لمولاتك أنا شريكتها بالمصاب دخلت الجارية قالت مولاتي سيدتي زينب هاي امرأة وقور ما تكذب عليها الوقار والهيبة ولكن وياها طفل صغير وتقول أنا شريكة زينب قالت زينب والله ما تقول هذا إلا أم البنين شنادت بالله وياها طور عراقي حزين تقل قوما 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 يلفواطم فكّن الباب الله ما شاء الله عليك هني أليك والله قوما يلفواطم فتحن الباب الباب وواب وتلقى يد شريكتنا بالمصاب هاذ أم البنين ونس للأطياب أم البنين لما شافت زينب نسيت أولادها نسيت حتى قمر العشيرة مع جلالة قدر إيش صاحت ما صاحت على أولادها أريد ويندها أم البنين صاحت وولدها أهوى حسيدا زينب تردلها الجميل إيش صاحت صاحت وأخا وأهوى عباس أولي شلون أم البنين صاحت صاحت آية حسين يا ابن الروح راحت آية حسين يا ابن الروح لا تدعوان نيو ويك أم البني تذكريني بليوث العرين أربعة مثل نسور الربا قد جاولوا الموت بقطع الوتين يا الله يوم الحسين zony zos آية حسين شكلенный بال первый العديد ليووث ولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد دبر인지 Innovation